بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلا نزال نتكلم في مواضيع دعوية وفكرية طبعا نحن نقصد لما نتكلم في مصطلح اسمه الفكر الإسلامي لا نقصد أن الإسلام هو فكر ممكن أن يتعدد أو يتبدل أو يتغيى بحسب وجود المفكرين وبحسب رؤية المفكرين ليس هذا قصدنا أبدا ولكن المراد الإسلام علم وفي الأصل الإسلام علم يعني سابت يعني حقائق سابتة ولكن نقصد في الفكر الإسلامي أو ما يسمى مثلا إذا إنسان أطلقنا عليه مفكر إسلام لا نقصد بهذا أن المفكر أو الفكر الإسلامي يعني الذي يمس أصول الدين أو يبدل الدين أو يغير معاني الدين لا لا أبدا ولكن هناك إشكاليات تتعرض لها الدعوة الإسلامية هناك إشكاليات تتعرض لها الأمة الإسلامية ليس سببها الإسلام ولكن سببها التطبيق الخاطئ للمسلمين أو سببها أمور سياسية أو سببها أمور اجتماعية أو سببها الفقر أو سببها أو أو فيأتي هنا بعض من يرى أن الحل في العودة إلى الإسلام أن نفعل كذا وكذا الحل أن نفعل كذا وكذا الحل أن نفعل كذا وكذا فهذا اسمه فيطرح حلول لهذه الإشكالية فممكن أن نسميه مفكر إسلامي يعني في قضايا الإسلام لا يعني القصد أنه سيغير الإسلام ويبدل الإسلام لا لذلك لما نقول يعني محاضرة دعوية فكرية يعني هناك بعض الإشكاليات عند هذا الشخص يريد أن يطرحها على الناس ويريد وعنده أيضا بعض الحلول لهذه الإشكال إشكاليات حتى يعني ممكن بهذه الطريقة أن تحل الأمور هذا هو المعنى ليس أكثر من ذلك فنحن الآن نتحدث في هذه المحاضرات عن إشكاليات في الحقيقة هذه الإشكاليات الموجودة الآن في الأمة الإسلامية على مستوى شعوب وعلى مستوى حكام وعلى مستوى اختصاط وعلى كل المستويات هذه الأمور يجب حقيقة أن يحدث شيء من التجديد في فهم الإسلام وفهم الدين هذا التجديد طبعا كما ذكرنا في المرة الماضية ليس هو من باب الحداثة التي أتى بها والتي تسربت إلينا من بلاد أوروبا في عصر الفلسفة الحديثة لا وضربنا مثال والفرق في الدرس الماضي بين الحداثة وبين التجديد قلنا أن التجديد ونقول ونكرر التجديد أمر صار ضروري جدا وواجب جدا لأن المتغيرات كثيرة جدا والحياة تغيرت وطبيعة الناس تغيرت ودرجة الإيمان عند الناس تغيرت كثيرة هي الأمور التي تغيرت مما يحتم علينا أن نجدد كثيرا من الفروع الإسلامية يعني أن نعيد النظر في كثير من الفروع الإسلامية المبنية على الاجتهاد لنجتهد بها من جديد لا نكون مقلدين تقليدا مطلقا لمجتهدين هؤلاء المجتهدون اجتهدوا في تلك القضايا في ظروف معينة وفي أوقات معينة وفي تاريخ معين وفي لحظة ما وفي يعني هناك كثير من الأمور التي اضطروا لأن يجتهدوا وكان اجتهادهم صحيحا بذلك الوقت وقد لا يكون صحيحا لأن المجتهد دائما ليس معصوما لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حس على الاجتهاد وقال المصيب له أجران والمخطئ له أجر هذا حس على الاجتهاد ودفع للناس على الاجتهاد طبعا سنتكلم اليوم عن بعض الضوابط لأن هناك من يعني ظن أننا نتحدث بلا منهج لا لا نتحدث بلا منهج بل كل كلامنا مضبوط بمنهج تجديدي منضبط لا يخالف الشريعة بل يفيد الشريعة ويفيد تفاعل الشريعة مع المجتمع لأننا نحن اليوم في زمن يجب أن نعيد تفعيل الوحي بين الناس الوحي يكاد يعني يرتفع حقيقة الوحي الشريعة تكاد ترتفع لأنه قلنا من قبل درجة الإيمان عند الناس تضائلت وهناك أمور في الشريعة في الفروع حقيقة لا تتناسب مطلقا مع زماننا مطلقا وتنفر الناس من الدين هذه الأمور يجب أن نجدهد فيها مرة ثانية لنعيد تفعيل الوحي بين المسلمين يعني حتى يصير الوحي له مكانة في دور المسلم الوحي شيئا فشيئا شيئا فشيئا عم يطلق عم يبتعد يعني عم يصير فيه فرق بينه وبين بين وبين الناس إلى متى إلى حتى نرجع نظهر الدين بمظهر لائق ونفهم الناس ماذا تريد وشو إشكالية الناس مع الدين وليش الناس عم تترك الشريعة ليش الناس عم تبتعد عن الشريعة هذا الداعي كله يجب أن يعي الداعي كل هذه الأمور الداعي ليس يمسك الكتاب يمسك الورقة وبيخطب خطبي قال الله قال رسول الله وبيمشي وبيقول اللي عجبوا عجبوا اللي ما عجبوا على جهنم هذا ليس داعي إلى الله عز وجل وليش الشريعة اللي عجبوا أهل وسهلهم ما عجبوا على جهنم نحن لا نتنازل عن شيء من الشريعة نحن لا نقول لك تنازل ولكن نقول لك كثير من الفرعيات يجب أن تتبدأ كثير من الأفهام الخاطئة يجب أن تتغير وأنت يجب أن تراعي حال الناس يجب أن تراعي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الحقيقة ما في شيء جديد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الناس الأعرابي كان مثلا يقول له إذا صليت الخمس تدخل من أبواب الجنة التي شئت لكن ما كل الناس يقول لهم هذا الكلام ففي ناس يقبل منهم في ناس ما يقبل في ناس يعطي الإسلام على حسب استعداد وقابلية الناس إذن التجديد صار ضرورة أيضا التجديد ضرورة اليوم لوقف المد الإلحادي يعني أنت أنتم ترون كيف الإلحاد ينتشر بشكل يعني كما يعني كما في المثال المعروف مثل النار في الهشين الشكل الغريب الشكل غريب الإلحاد عم ينتشر بين الناس حتى بين العوام حتى بين البسطاء حتى وعند أكثر أكثر المكان ينتشر به في الجامعات هون طلابنا الموجودين في الجامعات منكم الموجودين في الجامعات التركية بيعرف الإلحاد كيف ينتشر هم يخبرون نا بذلك الإلحاد هو الغالب أصلا على عقول الشباب وهنا كلهم مسلمين لماذا ما لازم نفكر ليش الشباب صار يلتجوا إلى الإلحاد لأنه ما عم يقتنعوا بالإسلام طب ليش ما عم يقتنعوا بالإسلام إذن إما الذي يعرض الإسلام يعرضه عرضا خاطئا أو لا يعرف كيف يوصي الفكرة أو العقيدة أو الكلام أو الحكم الإسلامي أو إلى آخر إذن يجب أن تحل هذه الإشكالات فلذلك يجب التجديد لذلك يجب التجديد حتى نوقف المد الحتاسي الذي يريد تميع الدين وجعله يعني اسم بلا مسمى وكأنه فقط مسلم حتى الاسم سيتنازلون عنه بالنهاية حتى نقف بوجه الحرفيين اللي بيمسكوا النصوص ويأخذون الفروع والحواشي يعني أنا عم حاول دوري على مصطلح يشمل هؤلاء بحيث أني ما أجرحهم لأنه هن من صدق وإيمان وتقواه عم يتمسكوا بالحروف الموجودة بحواشي الكتب الفقهية حتى بحواشي الحواشي وبيعتبروها وحي نزل من السماء ما في مجال أبدا تغير ولا تبدل هذا بدوافع إيمانية لكنهم لا عقلة لهم كل بساطة فأنا عم دور على مصطلح يعني يسع هؤلاء أو ينطبق على هؤلاء هؤلاء أيضا هم يعني يحسبون أنهم يحسنون صناع حقيقة يقول لك أنا مقابل الحداثي أنا لازم أتمسك لأنه الإسلام منه إذا ما تمسكت هلأ خلاص ضاع الإسلام لا والله تمسكك هلأ يضيع لأنك عم تتمسك أنت بفروع الفروع وبكلام اجتهادي من أشخاص يعني ما عملوا شيء أصلا للإسلام ما عم نقول لك نحن ترك الصلاة وترك الصوم وترك الزكاة وترك الأصول وقول الخمر حلال والزنا حلال لا نحن ما نقول هاي أمور قطعية ومنتهية ما فيها اجتهاد أصلا ولكن نحن نتكلم عن أمور فرعية عجيبة يعني يتمسكون بها وهي أمور أصلا هي مبنية على ولا لسنات ولا لدليل